لطالما كانت توتال انرجس كاسوام الافريقية تحت 20 سنة المكان اللي بيتيح الفرصة لنجوم افريقيا لفرض وجودهم ونسخة السنة دي ما تختلفش عن اللي سبقتها اهلا بيكم انا امير عبدالحليم هكون موجود معاكم في حلقة جديدة من كافستوديو علشان نختار مع بعض افضل 11 في مرحلة المجموعات البداية بين التلات خشبات وحارس المرمى معانا حارس منتخب السنغال لندنج باجي اللي ساعد منتخب بلاده في تصدر المجموعة الاولى وحافظ على نظافة شباكه في 3 مطشاط قائد خط الدفاع النجم منتخب جامبيا الحج سيني الحج سيني سجل جولين للعقارب ضد منتخب تونس ومنتخب زامبيا علشان يفوز بجائزة توتال انرجس رجل المباراة في المطشين وكمان ساهم في فوز منتخب جامبيا على جنوب السودان في ربع النهائي وضمان تأهل منتخب جامبيا لكاس العالم في اندونسيا الاسم الثاني في خط الدفاع نجم منتخب اوغندا روجر توراخ قدم مستوى كويس جدا مع منتخب اوغندا في مرحلة المجموعات علشان يضمن تواجده ضمن تشكيل الافضل على الناحية الشمال بقى عندنا لعيب قوي جدا دفاعيا ومميز جدا هجوميا لدرجة انه سجل في منتخب مصر برأسية مبهرة سولومون اكبلاقة نجم منتخب نيجيريا ساهم في تأهل بلاده لربع النهائي وكمان ساهم في الفوز على اوغندا بشباك نظيفة اخر اسم في خط الدفاع على اليمين رشيد مميمي نجم منتخب بنين اثبت في مرحلة المجموعات انه ظهير ايمن صعب جدا تجاوزه اول لعيب في خط الوسط مماده كمارة السنغالي بيحمي خط الدفاع لعيب خطه وسط ارتكاز دفاعي ديناميكي قادر على قطع القراط وفي نفس الوقت تقطعه ما تنتهيش مستوى كمارة مع السنغال ما ينفعش خالص حد ما يلاحظوش بيزامله بقى في خط الوسط زميله في منتخب السنغال بابا ديوب بابا ديوب سجل في موزنبيك جول وبعد كده سجل هاترك بالراس في الشرط الثاني في منتخب مصر علشان يكون اول لعيب يسجل اربع اهداف في مرحلة المجموعات من 2017 لما عملها لوثر سينج مع منتخب جنوب افراقيا والاكمال سلاسي خط الوسط بقى معانى برينس سوسو من منتخب الكونغو وبرينس سوسو لعب دور حاسم في تحقيق الكونغو لأول فوز في البطولة من 2007 اول اسم في خط الهجوم هو السنغالي بابا ديالو بابا ديالو كان هداف منتخب السنغال في التتويج بكاسر امم الافرقية للمحليين في الجزائر بعد البطولة خد شنطته وطلع على مصر وانضم المنتخب السنغالي تحت 20 سنة علشان يواصل التقلق ويسجل سنائية في الفوز على موزنبيق 3-0 واسمين كمان بينضموا معاه في خط الهجوم اولهم هو الاوغندي روجرز موجيشا موجيشا تقلق ولفت الانظار وتصدر عنوين الصحف بفضل اداءه المميز ضد افراقيا الوسطة الاسم الاخير في خط الهجوم هو الكونغولي ديوباسينجا بسنجا قدم اداء لا ينسى ضد جنوب السودان علشان يفوز بجائزة توتال انرجس رجل المباراة مدرب جانبيا عبدولي بوجانج استحق ان هو يكون افضل مدرب في مرحلة المجموعة قاد منتخب جانبيا لتحقيق 3 انتصارات ومستقبلش ولا جول وبعد كده فاز على جنوب السودان لربع النهائي علشان منتخب جانبيا يتأهل لكاس العالم للمرة التانية في تاريخه والاول مرة من سنة 2007 بعد ما كانوا تأهلوا لبطولة 2021 بس وقتها اتلغت البطولة نختتم حلقة النهاردة بقصة جميلة جداً عن بول جاوا نجم منتخب جنوب السودان واللي كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ البطولة جاوا سجل اول جول لمنتخب جنوب السودان في اول مشاركة ليهم في البطولة وكان في مرمى منتخب القنوة وبعد كده واصل تقلقه ومهد الطريق لمنتخب جنوب السودان علشان يحقق اول انتصال ليهم في البطولة لما سجل هدف الفوز الوحيد في افريكا الوسطى وبكده تكون خلصت حلقتنا من كاف ستوديو تتوقعوا مين هيكون توتال انرجس افضل لاعب في البطولة اشوفكم في حلقة جديدة سلام